ترجمة نانسي قنقر أود أن أوجه التهني على جلالة الملك بالنجاح الكبير الذي حققه إنحقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين والحقيقة أن هذا النجاح إذا كان في فضل فأولا لصاحب الجلالة الملك المعظم الذي وافق على استضافة هذا المؤتمر في مملكة البحرين وهو الأكبر في تاريخ البحرين نظرا لحجم المشاركات من قبل الدول ومن قبل الرؤساء وأعضاء البرلمانات على مستوى العالم وأيضا كان شعار هذا المؤتمر هو يعكس القيم النبيلة التي تتمتع بها مملكة البحرين في التعايش والتسامح والسلام وتأسيس دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان والحقيقة نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأمور خاصة في عالم يمر بظروف صعبة في مجالات كثيرة والحقيقة بأن المشاركين في هذا المؤتمر أثنوا على حصن التنظيم الذي تميز به المؤتمر أن تجمع هذا المجتمع الدولي في مملكة البحرين أتاح لهم الاطلاع على ما تتمتع به مملكة البحرين من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والاستقرار والأمن ولذلك كان أيضا نقطة مهمة أبدا في تعريف الشعوب بمملكة البحرين أكثر ترجمة نانسي قنقر